عندي يعني كده ملف طبعا أبرزه من زيارة الوزير سامح شكرا لنيويورك قبيل طبعا عقد جلسة مجلس الأمن مبدأين كده بتشوف ازاي تحركات المصرية على المستوى الدبلوماسي قبيل انعقاد هذه القن الحقيقة جلسة مجلس الأمن يوم الخميس جلسة مهمة مصر والسودان بازلوا مجود كبير على مدار الشهر اللي فات عشان الجلسة دي تنعقت جامعة الدول العربية كمان بالإجماع كان لها دور كبير ومهم في انعقاد الجلسة لما وزراء الخارجية العرب اتفقوا جميعا على ان تطلب الجامعة عقد هذه الجلسة الجلسة مهمة لانه القضية واضح جدا انها بتصير في طريق مسدود واضح جدا انه أسيوبيا لا تريد حلت مصر على التعنت مصر على انها لا تستانف المفاوضات اللي بيرعى على الاتحاد الأفريقي لا تصل واذا استانفت المفاوضات تبقى مجرد إضاءة للوقت لا تريد الوصول إلى حل لا تريد الوصول إلى ما يحفظ لها التنمية ويحفظ لمصر والسودان حقوقهم التاريخية والقانونية الملزمة في حصاصهم في مياه النيل بشكل عادل ومنصف اعتقد انه لم يعد هناك مفر من عقد هذه الجلسة وده اخر تطور دبلوماسي اعتقد في هذه المسألة لانه ما اعتقدش اللي بعد مجلس الامنه ممكن يبقى في حديث سياسي اخر لانه اما ان نصل الى مفاوضات جادة وحقيقية تنتهي الاتفاق قانوني وملزم ومنصف اما ان يحدث اي امر اخر يعني الوزير سامح شكري كمان كان قال حتى اه قبل صفر وانه اسيوبيا مصر على انها تتعنت مصر على انها لا تصل الى حد الى حل ومصر قدامها كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على حقوق شعبها وعدم وتلافي حدوث اضرار فضيعة لانه الاضرار اذا حدثت ستكون اضرار جسيمة هتأثر على حياة الناس تصحات اكتر من مئة مليون مصري بتهدد حياتهم بشكل مباشر هو لسه اسخلت فيه وقت للتفاوض اه طبعا فيه وقت للتفاوض لغاية اللحظة الاخيرة ده هما بيبدأوا يملو يعني حتى يعني لغاية اللحظة الاخيرة الوقت متاح للتفاوض لكن اعتقد انه جلسة مجلس الامنه هتكون هي الحد الفاصل في هذه المسألة لانه ما اعتقدش انه فيه تحرك سياسي ودبلوماسي اكبر من مجلس الامن عشان تتحرك فيه اذا لم يحدث نتيجة ايجابية وفق هذا التحرك اعتقد انه كل الخيارات مفتوحة امام كل دولة اللحفظة على مصريح طبيعة الجلسة دي هي جلسة اقرائية ولا جلسة بيستتباع جلسات اخرى على المستوى الرسمي من اجل التصويت على قرارات معاية لا ما تمش الاعلان عن تفاصيل هذه الجلسة لكن ما تم الاعلان عنه انه سيتم الاستماع الى وزراء خارجية الدول السلاسة مجلس الامن يناقش ما يمكن ان تمثله المسألة من تهديد حقيقي للسلم والامن في هذه المنطقة الحيوية والمهمة جدا في العالم اذا لم يحدث الاتفاق القانوني والملزم اعتقد انه اكيد الدول الكبيرة العضاء الدائمين هيبقى ليهم رأيها هيبقى ليهم كلمة خلينا نستنى اليوم الخامس ونشوف لانه اعتقد انه هيبقى مشهد مهم ومشهد هيستدبعوا اجراءات مختلفة عما يحدث الان ما سيحدث بعد جلسة مجلس الامن سيكون مختلفا عما حدث ويحدث قبل جلسة مجلس الامن